السلام عليكم وإخوة الأفاضل بارك الله فيكم الأدوية المسكنة هي نعمة من الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوها نقمة عليكم بسوء استخدامها من الغير المنطقي استخدام الأدوية المسكنة لكل صغيرة وكبيرة قد تصيبنا بسبب الآلام التي تظهر على أجسادنا ألم يستحق أنك تأخذ لمسكن للآلام ويتعرض للأخطار الجانبية للأدوية ممكن يكون فيه بدائل طبيعية وممتازة جدا وتحسن ننصح دائما بالراحة بشرب زيت الزيتون بشرب شاي النعناع واليانسون وتجنب مصادر الألام من أسوأ وأخطر مشاكل الأدوية المسكنة للآلام هي طبعا الإدمان الفشل الكلوي تليف الكبد هبوط الدورة الدموية الأخطر الأسوأ هو الوفاة لا قدر الله نتيجة سوء استخدام الأدوية المسكنة للآلام الله وإياكم وجنبنا شرور الأدوية المسكنة للآلام إذا فيه أي استفسار أرجو مرسلتي الخاصة يدمن المعلومات عن الأدوية المسكنة للآلام وضابط التعامل معها أرجو منكم الدخول على صفحتي في اليوتيوب بارك الله فيكم